اهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية التي نخصصها لبحث عكاسات الهجوم الذي شنته القوات المسلحة اليمنية على المنشآت النفطية التابعة لأرامكو هجوم قد لا تنجح السعودية في لملمة تابعاته بسرعة على قطاعها النفطي أولا وعلى امدادات السوق العالمية ثانيا ولسيما أن السعودية تنتج نحو 10% من إجمالي المعروض العالمي ما يعني أن هجمات السبت سببت في خفض 5% من الإنتاج هذا فضلا عن اهتزاز صورة السعودية كأكبر دولة موردة للنفص الخام من دون أي تهديد في هذه النشرة سنناقش كل هذه الجوانب مع ضيفنا الأستاذ زياد ناصر الدين المتخصص في الاستراتيجيات الاقتصادية وهو معنا في الستوديو وكذلك الخبير الاقتصادي دكتور لويس حبيئة الذي سينضم إلينا لاحقا في اتصال هاتفي ونستهل النقاش بهذا التقرير في مقال حمل عنوان الهجوم يهدد الثقة في إمدادات النفط السعودية قالت صحيفة فينانشل تايمز إن صورة السعودية تحطمت في عيون المتعاملين في الأسواق وإنها فقدت ثقة العالم بقدرتها على حفظ استدامة الإنتاج النفطي لم تكتفي صحيفة البريطانية بالتحذير من الارتفاع الحاد لسعر برميل النفط بل سألت كم من الوقت ستحتاج السعودية للعودة إلى قطرتها الكاملة على إنتاج النفط وهل يمكنها حتى ذلك الحين تعويض الإنتاجية المفقودة ولفتت إلى أن الخسارة المعلنة وقدرها خمسة ملايين وسبعمائة ألف برميل تمثل نصف الإنتاج اليومي السعودي وخمسة في المئة من إجمالي الإمدادات العالمية ودعت الأسواق العالمية إلى التنبه لقدرة أعداء السعودية في المنطقة على شن هجمات في أعماق المملكة وتهديد بنيتها التحتية وحقول نفطها إذن نبدأ من حيث انتهى هذا التقرير أستاذ زياد الأسواق العالمية مدعوة إلى التنبه لقدرة أعداء السعودية بين مزدوجين في المنطقة قدرتهم على ضرب منشآتها النفطية في الداخل وفي العمق يعني بمعنى آخر ما المطلوب من الأسواق العالمية أولا لازم نشرح بانتباه أنه عادة النفط والغاز ومصادر الطاقة في العالم تتحكم بأسعاره ليس فقط العرض والطلب بل الاستقرار الأمني إذن اليوم الاستقرار الأمني أصبح عنصر أساسي في موضوع مصادر الطاقة وفي الاقتصاد السياسي على المستوى الذي حصل اليوم أنا لم أتفاجأ أن الأسواق كانت مرتفعة وارتفع سعر برميل النفط وهو معرض للارتفاع أكثر فأكثر وهذا طبقا أو حسب مفاعيل الضربة لذلك اليوم أكيد يجب الانتباه إلى الموضوع بمجرد أعلان الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بأنها ستستعمل المخزون استراتيجي هذا يعني أن هناك قلق كبير من ارتفاع مخيف بالأسعار الارتفاع المخيف بالأسعار قد يؤدي على مستوى السياسي أو الاقتصاد السياسي في الولايات المتحدة إلى أزمة كبيرة لرئيس ترامب على مستوى الانتخابات أما على المستوى السعودي سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الاستثمار وخسارة ملف أساسي في رؤية عشرين ثلاثين أو في الرؤية الاقتصادية الجديدة التي هي قائمة على تخصيص المرافق الحيوية وخاصة أرامكو عندما نتكلم عن أرامكو نحن نتكلم عن أكبر ممتج نفطي في العالم نحن نتكلم عن الاقتصاد السعودي إذا لم إذا لم يكن هناك أرامكو لا يوجد اقتصاد في السعودية وبالتالي الاقتصاد السعودي 90% من اعتماده هو اعتماد على أرامكو اعتماد على النفط اقتصاد مرتبط بالنفط بشكل كامل في السابق كان هناك قلق في الأسواق وفشل موضوع التخصيص لأرامكو كان مرتبط بأنه خلال حرب اليمن قد تتعرض أرامكو لأي ضربة اليوم قد تعرضت لهذه الضربة وبالتالي كلفة التأمين وكلفة التخصيص أصبحت مرتفعة جدا في نفس الوقت هناك خوف في الأسواق العالمية من ارتفاع هائل في هذه الأسعار وبالتالي سيؤدي خاصة مع الانكماش الموجود اليوم الاقتصادي في العالم سيؤدي إلى أزمات كبرى اليوم الواقع الحالي يحتاج إلى صدمة إيجابية سياسية لوقف تدهور الأسعار هذه الصدمة الإيجابية بكل صراحة ترتبط بالإيقاف الفوري للحرب على اليمن بالحديث عن أسهم أرامكو والطرح الأولي كان لافت الخبر التالي عن أن المسؤولين السعوديين يدرسون تأجيل طرح أسهم شركة أرامكو النفطية وذلك عقب الهجوم الذي استهدف أضخم منشآتها النفطية وأوقف أكثر من نصف إنتاج المملكة صحيفة وولستريت جورنل قالت أن الشركة التي كانت تستعد لطرح أسهم للبيع محليا ودوليا ستضطر للانتظار مدة طويلة حتى بعد إصلاح الأضرار وإعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة وتقييم الأضرار التي لحقت بالإقبال على أسهمها قبل اتخاذ أي قرار هذا ما تفضلت به أستاذ زياد ولكن ماذا عن الخسائر أو الأضرار هل يمكن تقديرها بطريقة أولية مبدئية ما حجمها إذا أمكن تحديد قيمتها يعني السعودية تحدثت عن توقف الإنتاج بمقدار تقريبا خمسة ملايين وسبعمائة ألف برميل يوميا وكنا قد ذكرنا أن هذا يمثل خمسة في المئة من إجمالية الإمدادات التي تعطيها السعودية للعالم طيب ماذا يعني هذا بالأرقام ماذا خسرت السعودية أولا بالأرقام السعودية عندما نتكلم عن أرامكو نحن نتكلم عن شركة يقدر أصولها بألفين مليار دولار وأنتاجها الصنوي مئة وعشرة مليار دولار وبالتالي اليوم هناك سؤال مهم الإجابة عليها تحتاج إلى ربما إلى أسبوع أو أسبوعين لمعرفة فعليا ما هو هذا الضرر وما يشكل هذا الضرر على المستوى الاقتصادي العالمي الضرر اليوم إذا كان بأحجام كبيرة وحجمه كبير جدا وبالتالي هم يحتاجون إلى خمسة إلى ست أسابيع لإعادة صيانة هذا الضرر من ثم إعادة الإنتاج بالشكل الطبيعي واقعيا هناك خسائر كبيرة قد ترتبط بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط عالميا المؤشرات اليوم في الأسواق السعودية هي مؤشرات سلبية مؤشرات هبوط أسهم أرامكو هربوط أسهم سابق هبوط في الأسواق المصرفية بالنقضية حتى الأسواق الأمريكية فتحت على خسائر الصحيص المعروف أن نفط الصعودي بالقسم الأكبر منه يتجه للتخزين في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تضطر إلى استعمال هذا المخزون استرتيجي والملفت اليوم ما يجري في كوريا الجنوبية وفي شمال شرق آسيا. دول شمال شرق آسيا. عندما تقول أنها من الآن بدأ الحديث الجدي في إيجاد بديل للنفط السعودي. في نفس الوقت كانت السعودية من خلال 6 مليون برميل نفط. هي تقوم بتغطية العقوبات على إيران. من خلال تغطية النفط الإيراني. بتعويض الفارق. وبالتالي اليوم هناك خلل في هذا الموضوع. نعم نحن أمام تجربة جديدة في العالم. ضرب أكبر مركز نفطي في العالم هو مؤشر جديد في عالم الاقتصاد السياسي. وهو مؤشر جديد لتعاطي العالم بشكل كيفية التعاطي الأمني. وبالتالي إذا استمرار. إذا لا أمن. لا اقتصاد. وبالتالي الأمن أصبح اليوم يؤثر فعليا على ارتفاع الأسعار. ويؤثر أيضا على الواقع الاقتصادي لمصادر الطاقة. هناك خوف اليوم. وهناك دول أصبح تريد أن تجد بديل عن هذا النفط السعودي. أو عن طريقة التعامل مع السعودية. لا هناك خطر جديد. أعتقد أنه يحتاج إلى صدمة سياسية جديدة. الصدمة السياسية ترتبط بشكل أساسي بالإيقاف الفوري للحرب على اليمن. نعم. أسمح لنا الآن في هذا السياق نفسه. نتحدث إلى دكتور لويس حبيئة. الخبير الاقتصادي. وهو معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور لويس برأيك. هل تستطيع رياض استئناف الإنتاج المعطل سريعا؟ أم أن العودة إلى المستويات السابقة المستويات المعروفة سيستغرق أسابيع أو أشهر أو ربما أمد أطول؟ يعني حسب المعلومات طبعا متوافرة موضوع أسابيع. ولكن أنا ما بتطور هني هلأ نزلوا لحجم أو لعمق الأضرار. والأسابيع بتاعي خاصة نحن بالعالم العربي يعني يمكن تاخد أشهر. وبكل حالات بدهم أكيد يرمموا الموضوع ويرجعوا يصلحوا. لأن النفط هو شريان حيوي للاقتصاد السعودي وللاقتصاد العالمي. ولكن أنا برأيي بيغطوا الموضوع. يعني إذا ما صار فيه أنا خايف من حروب تاني أو اعتداءات تاني وبالتالي ترجع تعمق المشكلة أكتر. هل تعتقد أن هناك دور لسائر الدول الخليجية ولسيما الإمارات في يعني لملمة الأضرار في تعويض الفاقد من النفط السعودي أو أي شاء آخر قد يعيد الاستقرار إلى أسواق النفط؟ لا لك في الاستقرار أنا برأيي الأسعار النفط لن تتغير كثيرا. يعني هلأ ب66 دولار. أنا ما أتشوف رح يتصير في ارتفاع كبير بالأسعار. لأنه ما في مصلح اليوم عالمي أنه أسعار النفط تطلع. لأن أسعار النفط تطلع يعني الإقتصاد العالمي بيهبوط. هلأ. رح يصير فيه تعويض. تعويض رح يصير أنا برأيي من جهتين. أكتر شيء من أمريكا. أمريكا بتعرفي الستراتيجيك ريزورز اللي عنده. عندهم كميات هائلة. وأصلا هم يصرحوا أنه مستعدين يضخوا نفط البسون. أمريكا أدرة. بعدين عندك السعودي عندهم خزانات نفط كلفتهم مليارات الدولارات تحت الأرض. وبالتالي هؤلاء أكيد سيضخوا منهم. وكذلك الأمر مثلما تفضلت الدول الخليجية التانية. لذلك أنا مني خايف على أسواق النفط في أسواق. ولكن مغزى الموضوع وأكتر مغزى سياسي مغزى مستقبلي ومغزى يتعدى دور المملكة العربية السعودية في السوق العالمي ولكن لا ترى خوف لأنه في أدرة اليوم أمريكا بموضوع النفط يصبح هائلي وبالتالي أكيد أمريكا لا يوجد رغبة أن يصبح بلغمين النفط 200 دولار وبالتالي سيعمل المستحيل الذي يجعله الأسعار مضوطة شكرا جزيلا لك الدكتور ليس حبي الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت أهلا أما الآن فنتابع مشاهدين هذا التقرير الأسواق المالية العالمية وكذلك أسواق النفط بعد أعلان القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت المنشآت النفطية لشركة أرامكو في منطقتين اهتزت أسواق النفط العالمية وأسواق السندات شركة أرامكو التابعة للحكومة السعودية أعلنت أن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا وبدأت بدرس إرجاء الطرح العام الأولي لأسهمها وسجلت أسعار النفط أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ بداية حرب الخليج وقفزت العقود الآجلة لخام برينت أكثر من 19.5% إلى 71 دولار و95 سنت فيما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي أكثر من 15.5% إلى 63 دولار و34 سنت للبرميل من ناحية أخرى خفضت قيمة سندات طويلة الأجل مقومة بالدولار أصدرتها كل من الحكومة السعودية وشركة أرامكو أكثر من سنت للدولار واستقرت عند أدنى مستوى منذ السابع من أب أغسطس الماضي فيما أعلنت مؤسسة IHS ماركت أن تكلفة التأمين على الديون السعودية لأجل خمس سنوات قفزت خمسة نقاط أساس إلى خمس وتسعين مقطة إذن مشاهدين بهذا نختم هذه النشرة الاقتصادية الاستثنائية التي خصصناها لمناقشة تداعيات الهجوم على منشآت أرامكو من قبل القوات المسلحة اليمنية طبعا نشكر ضيفنا الأستاذ زياد ناصر الدين أنت الكاتب والباحث في الشأن الاقتصادي شكرا جزيلا لك على المشاركة القيمة والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة إلى اللقاء